السلام عليكم أخوة تجيني أسألة أستاذ محمد شلون أقدر أقرأ وشلون ما أنسى يعني أنا أقرأ وأحفظ التعريف وراء شوية أجل قنفسي ناسي وشون الطريقة اللي أتبعها أستاذ حتى أحفظ بحيث ما أنسى كما هو معروف وأغلى من الناس تقول لك هابا منتل التحفظ اكتب وهذا الشي صح ولكن بي خطأ يعني أول خطأ أو أول شي خطأ يجي الطالب يلزم التعريف يكتب أورل ساوند بدأ يكتب أورل يعني هسا حنا مثلا أنا عندي هذا التعريف بدأ يكتب أورل أورل ساوند بدأ يكتب أورل ساوند يبدأ هنا يكتب أورل ساوند ذوس ساوند 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 فريديوس كتاب إلى أن كتبه عشر مرات خمسة عشر مرة باوى على الترجمة وحس نفسه حفظه بعدين رجع وراء فترة يليدي يقرأ يلقى نفسه حافظه ناسي إخوان هذا طريقة مو صحيح طريقة الحفظ أول شغلة لازم أفهم شنو يعني أورل ساوند فهم بعقلك أول شغلة الفهم ثانيا التعريف بالعربي شبه تحفظه يعني مو بالضرور حفظه ولكن شبه تحفظه الأصوات الفهمية هي الأصوات التي تنتج عند رفع الحنك الرخو وإخراج الهواء من الفهم جميع الأصوات الإنجليزية شفوية باستثناء طبعا هذه تكملة التعريف أنا خلي نقول هذا تعريف هذا طيب هي الأصوات التي تنتج من رفع الحنك الرخو وإخراج الهواء من الفهم هي الأصوات التي تنتج أنا ظل أكرر بالعربي فد 10 مرات 15 مرة ليش على مو تحفظه وعلى مو تذكر شنو يعني بالعربي وراء ما قرأتها بالعربي وفهمته وسيطرت عليه وراءها تجي تقرأ بالإنجليزي مو تقرأ بالإنجليزي وبعدين ترجع على العربي راح تقول هل هذه الأصوات تتجي تقرأ بالعربي وراءة الهواء وراءة الهواء من المعرفة هنا عند قراءة بالعربي وضفها ما تحفظه بالعربي بالإنجليزي هو الحالة راح تجي الكلمات الحالة راح تجي بحيث أنت راح تذكر معناه مباشرة تذكر شنو كلمات وتقدر تحفظ وراء ما تحفظه بالعربي وفهمته بالعربي أبدو النوب أكتب وأكون خطأ آخر شي سوى الطالب كتب تعريف أربع أصر كتبها كلتها خطأ طلاب مثلاً هذه آخذ بس إيه هنا بس لهنا خلاص أتوقف لهنا أوقف هذا بس أخذت هذا كتبته هل أنت تحفظه بالعربي بسهل بسهل ؟ هل أنت تحفظه؟ أكتبه في العشر مرات سيطرت علي طبعاً أنا يعني أعرف هس العملية صعبة عليكم بس هاي ترى لأن أول مرة بس بعدين راح أصير العملية سهلة النوب اخذه هذا مرة اخرى ايضا النوب اضل اكتب بي اضل اكتبه عشر مرات خمسة عشر مرة وورا ما قريته بالعربي وورا ما قريته بالعربي وسيطرت عليه مو جاني تكتبه بالانجليزي وتريد انه بتحاول تقرأ العربي مالته هنا هيش ما تقدر وهنا هو كأنما انت جاي تدرس مرحلة ثانية وترجع للأولى صعبة عديك ادرس اولى ورجع للثاني هيش انت ادرس العربي بالبداية ما اللغتك فهمها بعدين تروه على الانجليزي تجاي على الانجليزي قبل وترجع للعربي صعبة هيش بالاضافة الاخرى الى انه اكو طلاب ما يقرون بصوت يعني من كتب مثلا هسان اخذت هذا السطرة الاول طلاب يسوون هيش صحيح بس الخطأ انه ما يقرون يعني كتب ار هيش يقر هذا خطأ هاذا خطأ اكتب اكتب باي رايزنج اظل اكتب بيها بالقلم فالعشر مرات خمسطعش مرة كملت باي رايزنج ارجع نوب اكتبها ار دوس ساونز برو شوفوا حساني برو ديوس حساني قاعد احفظ باي رايزنج باي رايزنج ها كتبت ثلاث مرات اني هسا كطالب حفظته بس ثلاث مرات هاي راح تحفظها شقد؟ يعني اجد ساعة يوم تنساها بس اكتبها خمسطعش مرة عشرين مرة ما راح تنساها واكتب الانجليزي والعربي هي الاصوات التي تنتج عند رفع الحنك الرخو عند الرفع عند الرفع ارجع نوب اكتب بالعربي هي الاصوات التي تنتج عند رفع لان الرايزنج رفع طيب ارجع نوب اكتب بالانجليزي وبالعربي مرة بالانجليزي عشر مرات انه بالعربي اذكر العربي ايها انا متابطي هذه طريقة الحفض هي جي الصير اخوان هي جي صير طريقة الحفض ودائما اخوان ترى النسيان شي طبيعي يعني كل واحد ينسى ماكو شي عادي يعني كل واحد ينسى فمسألة النسيان اذا تنسى انت عادي اذا انت كلش تنسى لح على نفسك بالقراية ودائما ملاحظة اخرى دائما وقت القراية خلي صبح لا تقرأ بالليل لا تقرأ اوقات وانت متعب بها اقرأ بالصبح اوقات يعني هادئة زين ومن تقرأ ابعد يعني الأشياء الملهية عنك حتى إذا أنت تقرأ بالتليفون طفي إشعارات الفيسبوك طفي إشعارات الواتس التليجرام خلي مؤقتك مخصص للدراسة فقط وراء ما تكمل قرائتك افتح الإشعارات إذا أنت عندك فد جروب أو فد شركة أو فد شغل ملتزم بي عادي مو مشكلة يعني زينا يعني؟ تمنى لكم المفقية يا رب إن شاء الله استفاديتم من هذا الفيديو أي سؤال أو استفسار أنا حاضر تقبلوا تحياتي ولا تنسوا نشاركون هذا الفيديو والدنزونا نزوم لكم